السلام عليكم اليوم نقدم لكم طريقة تحضير الخبز المقلي هاد الوصفة هدي سهلة بزاف ومكوينتها بسات المقادر مكتوبة على الشاشة وكذلك طريقة مكتوبة على الشاشة بالنسبة لمقادر كان يحتاجوا 500 جرام من الدقيق الابيض ملح ملعقة كبيرة من الخميرة او ملعقة ونصف ماء دافي للعجين كان عملوا قصرية كان عملوا فيها الملحة والخميرة كان خلطوهم كان عملوا دقيق وكان عجنوا هاد العجينة هاد العجينة كما قلت لكم هي عجينة كتجي مرخوفة يعني ما كتكونش قاسحة مطلوقة يعني شدة شوية من ديال السفنج مشي بحال ديال السفنج كتكون شدة شي شوية بعد ما كان عجنوها كانت كتلسق في اليد كان عملو شوية ديال دقيقة باش نجمعو العجينة ونعودو ندلكو مزيان بعد ما ندلكو ونسالو العجن ديال هاد العجينة هادي كان عملو واحد المعلقة ديال الزيت العادية وكان دهنو بها العجينة وكان عملوها في واحد الكيس وكان نسدو عليه كان نسدو عليه مدة ديال الربع ساعة حتى العشرين دقيقة عشرين دقيقة في حالة ما كان البرد لان هاد العجينة هادي ما كتحتاج انها ترتاح بزاف بعد ما كتفوت لمدة ديال الراحة ديال هاد العجينة هادي كان نشكلو منها كوائرات صغيرة بهاد الحجم اللي كي يبلكو كان عملو مقلات كان عملو فيها الزيت تسخن وكان بسطو العجينة بهاد الطريقة ونحمرو الخبز من الجهتين ونقدموه مع العسل والزبدة او لالكون فيتور واتي بطبيعة الحل هاد الخبز هدا كيجي لديد بزاف كما انه ممكن انكم تتعملوه في الساندويتش وكيما قلت لكم المكونات ديالو بسيطة بزاف كانتمنى ان هالفكرة تعجبكم وانكم تجربو شكرا لكم اشتركوا في القناة